وهي دي الروح الطيبة اللي يجب ان تسود ودلوقتي الزملاء في الاعداد الأستاذ عبد منعن من الوسطى والأستاذ محمد من الصافة بيبلغوني انه الكابتن متحد شالبي على نايل سبورت ظهر دلوقتي واعتذر للأهل وجماهيره عن مصادر منه من تقدير موقف في مباراة الاتحاد واضح جدا انه كانت المعلومة غلط وكانت تفسير الاحداث اللي حصلتها في الملعب غلط ومن ثم تم بناء كل مقيل عنده على هذه المعلومات الناس مش واخدة بالها انه الأهل لما جابه في المرمى الشمال الدكة بتاعت الأهل شمالها الاتحاد تموا لعبة الأهل والجهاز عشان يقوم يروح يحتفل مع اللعبة لازم ان هيمر على دكة الاتحاد اللي حصل هذا الاحتكاك اللي عمله مجد علام احد اعضاء الجهاز السكندري واللي الكابتن وليد والكابتن حلم طولان اعتذروا عليه واعتقد لما وضحت الرؤية اعتذر الكابتن متحة شلبي ودي روح طيبة لانه كان الكلام كله زي ما انتم شوفوه شوف اعتذر الكابتن متحة شلبي مهم جدا ليه لان احنا بنتكلم عن تأثير الاعلام استاذ ابراهيم لما يبقى فيه تجني الجمهور بيبقى غطبان جدا جدا لان ليه ودلوقتي احنا نفسر كل شيء انه مقصود انه التجني مقصود اعتذر الكابتن متحد دلوقتي بيوضح ان التجني لم يكن مقصود ولكن كان فيه تصرع في الحكم على الامور صحيح اشتركوا في القناة